وعقب توجهات رئيس الوزراء استقبلت محافظة مطروح سيارات الدعم لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسى مطروحة حيث دفعت شركة مياه الشرب بسيارات الدعم والطوارئ للعمل بمناطق الكيلو أربع والخروبة ويدرامل والقصر المتضررين من السيول التي ضربت المدينة كما تبعت الأجهزة التنفيذية عملية تأمين الطيار الكهربائي بالأعمدة بالتنصيق مع شركة كهرباء البحيرة ومراجعة أكشاك المحاولات فضلا عن تواصل العمل الميداني لرفع ترقمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة